السؤال بعد كده أنا متجوزة من 17 سنة ومنفصلة من 10 سنين ومش مطلقة وكان بيشرب مخدرات وانا عندي طفلين في سن مراهقة وعايشة بنفقة 500 جنيه انا عاوزة اتطلق وهو مش راضي عشان ما يدينيش حوقي وهو مطلق شفوي اعمل ايه تتغطي عليه لغاية ما يسأل على حكم الطلاق اللي هو اتطلقه ده تتغطي عليه لغاية ما ايه ما هي نعرف حكم الطلاق اللي اتطلقتيه ده وبعد كده تتغطي عليه عشان يترك المخدرات اما وان حياتك بقى ابتدت تضيع وحسة ان انت دخلة في عالم والعاذ بالله عالم يفسد حياتك ويفتنك ويخليك في هلكة لا يا بنتي لابد ان انت الاول بس تتأكدي من ده تتأكدي ان هو الشخص تتأكدي من حكم التلفظ اللي تلفظ به بالطلاق ده وبعد ذلك تقيسي بقى بقائك معاه هل بقائك معاه مع انا ليه بقول كده لان لما بتدخل المخدرات على الخط واشوف حد وهو بيتعطى مخدرات وما عندوش مشكلة ان يطلق مراته عشان المخدرات احتمال كبير ان احنا وقعنا في الادمان والادمان مش كل الناس تقدر تستحمله مش معنى كده ان انا بقول للناس تخلوا عن المدمنين ما حصلش لكن بقول ان في ناس يدخلوا في قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعه مش هيقدروا يتعاملوا مع فكرة الادمان ولا يقدروا يتحملوا تبعات الادمان مع المدمنين فإن اللي حاصل لما يجي حد يسألني ويقول لي انا مش قادر اقول له ايه لا يكلف الله نفسا لله وسعه لكن انا نصحت دايما بقول للناس اللي حوالينا المدمنين ساعدوهم بس اهم حاجة تكونوا بتساعدوهم مش عشان يفضلوا مدمنين ولكن تساعدوهم على ان هم يخرجوا من ده فيكون دايما مساعدتكم ليهم وهم عارفين ده مشروطة بان هم ايه من ان هم يسعوا الى التخلص من الادمان للنساء اتما المدمن حد بيساعدو وهو عارف ان هو هيساعدو على كل حال هيستمر في الادمان لكن لو المدمن حس ان حد بيساعدو عشان يتخلص من ادمانو بيبع عندو حافزية ويتخلص من هذا الادمان ولذلك نصحتي الوقفة الاولى نعرف انت مطلقة ولا مش مطلقة الوقفة التانية هتذهب وتتعالج من الادمان ولا لان واضح ان هو بيشرب مخدرات وانت وصلته الى ده طيب انت بتكلمي على مسألة النفقة بعد كده عنيجي وبعد ما يشتغل على نفسه ويتخلص من مسألة الادمان دي وتخلص من مسألة المخدرات ما منصحش حد ابدا ان يكون مع حد بيشرب مخدرات ويتغافل عن الموضوع ده اوقعوا تتغافلوا عنده عارفين ليه؟ لان اي حد بيتعاطى المخدرات وانت بتتغافل عنديه هيجي في واحد والموضوع ايه؟ يفرع في وشنا كلنا لما يوصل الى حد الادمان فلازم ليبقى فيه وقفة اي حد عنده اي حد بيتعاطى المخدرات لازم نوقف قدامه وقفة ومنسبش مسألة المخدرات دي كده ليه؟ لان هذه المخدرات زي بالضبط الخم ام الكبائر بتفتح كل ابواب الشر وهو عتقول لي ان فيه مخدر ايصر من المخدر كلها فساد والعزبالله كلها شر وهو عتقول لي ان فيه مخدر مفوش ادمان كل الكلام ده كد يعني انا بس سألك عن حيات كتيرة ما سكت في المخدرات دي لان المخدرات دي هي اللي بتخليك تاخد خمسمائة خمسمائة جنين نفقة هي اللي بتهدر موارد البيت هي اللي بتفسد الحلاقة الزوجية هي اللي بتخلي الرجل ما عندوش اي حافزية وتحس كده ان الشخص اللي باخد مخدرات قابل المهانة والاهانة والزل بطريقة تحس انه ايه ده؟ ده مش هو ده الشخص اللي كنا نعرفه قابل تعاطي المخدرات وعشان كده يبقى وقفة نعرف حكم الطلاقة اللي تم ايه؟ وقفة تاني عن انتنعنا من مخدرات وقال لا انتنعنا من مخدرات تعال بقى نحط نظام لهذه الاسرة ونتخلص من كل تبعات ومن كل الاثار السلبية لهذه المخدرات